سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تأتي هذه الآية الكريمة في السياق هي وحدة من وحداته اللغوية السياق مجموعة أو باقة من الآيات الكريمة ينتظمها موضوع عام واحد يعني آية أو آيتان أو أكثر بتتكلم عن موضوع معين السياق تتالي هذه الآية بجملها أو الآيتان أو الأكثر بعضها وراء بعض لتأكيد الموضوع الذي يتم الحديث عنه واستيفائه من كل جوانبه الآيتان الآيتان التي سبقت هذه الآية هما قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم في هاتين الآيتين حذر الله الطائفة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا من الانصياع وراء خدع أهل الكتاب الذين كانوا يجتهدون في أن ينزلق المسلمون عن عقيدتهم ومحتويات كتابهم ومضامين دستورهم القرآن الكريم ليعودوا مرة ثانية إلى قيم الجاهلية وأعرافها وتقاليدها إذ كانت الجاهلية تتدافع بالقتال والدماء والأشلاء من أجل بئر ماء أو كلاء مرعا وكان اليهود يستفزون بعضهم على بعض فتقوم الحروب والغارات بين بعضهم وبعض سنين عددا حتى أن حربا شبت وظلت مشتعلة مئة وعشرين عاما أو قل مئة وعشرين سنة لأن العام يغلب في أيام الخصب والنماء والود والوئام والسلام أما السنون فتستعمل في القرآن الكريم في أيام الجذب وأيام التصحر وأيام الشنآن والعداوات والحروب الضروس صلى الله